اشتركوا في القناة اتمت هذا اليوم في محافظة العلا واشهد جلالته بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة لسعود في الاعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير كافة الامكانيات وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها كما أعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وأمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل متمنين جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة شعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفع تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله